اهلا بكم الى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعنوين الخدمات الصحية في غزة تعاني من توقف جزئي والتوقف التام خلال ايام ان لم تتوفر الامصال والادوية احتجاجات في تونس رفضا للتقشف والمطالبة بالتنمية والوظائف والمتظاهرون يتخوفون من ضياع المطالب اهلا بكم حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من خطورة الاوضاع التي وصل اليها القطاع الصحي وقالت ان خدمة طبية عديدة في المستشفيات والمراكز الصحية قد تتبقف خلال ايام تقرير لنا شهين وزارة الصحة في غزة تدق ناقوس الخطر ايام معدودات وتتوقف بشكل كامل العمليات الجراحية بسبب النقص غير المسبوق في الادوية والمستهلكات الطبية يوميا يتم اجراء 200 عملية جراحية في مستشفيات قطاع غزة كان في السابق ولكن خلال هذه الازمة التي تشهدها مستشفياتنا الفلسطينية اصبحنا لا تجرى لدينا العمليات الجراحية الا الطارئة منها 45% من الادوية الاساسية وصل رصيدها الى الصفر و 58% هي نسبة العجز في لوازم المختبرات وبنوك الدم والمتضرر الاول هم مرضى مجمع الشفاء الطبي لانه اكبر صرح طبي في غزة قاطبة حاليا انا عندي 48 دواء من اصل 300 صنف هدولة عددهم سفر يعني مخزونهم استراتيجي وعلى الرف سفر فبالتالي اي مريض بيحتاج دواء من هدولة 48 وما بيلاقيه فعلا بيش هيلقيه في مكان تاني لانه ادواء دواء في المستشفيات بيش بدوفر في السوق المحلي ازمة القطاع الصحي قديمة جديدة فما بين تأخر توريد الادوية والمستلزمات الطبية من رامالله كما تقول وزارة الصحة في غزة وبين التصعيد الاسرائيلي تتفاقم المعاناة يوما بعد يوم الاوضاع الصحية تسير من سيء الى اسوأ فالخدمات على شفال انهيار ويبقى الوضع على ما هو عليه في انتظار انهائه لانقسام لان شهين غزة الميادين دعا ممثل روسيا لدى الاتحاد الاوروبي فلاديمير تشيزوف الاتحاد الاوروبي الى المشاركة في جهود اعادة اعمار سوريا خلال اشهر تشيزوف اكد لصحيفة فانانشل تايمز ان الدول الاوروبية تتحمل المسئولية اذا لم تعترف بان الوقت قضحان لدعم برنامج اعادة الاعمار مقدرا كلفة اعمال البناء بعشرات المليارات من الدولارات واكدت تشيزوف ان تعزيز عمليات الاعمار في سوريا يوقف تدفق اللاجئين الى اوروبا توقع وزر المالية المصري عمر الجارحي استمرارا حسار معدل تضخم في العام الحالي ووصوله الى ما يراوح بين 10 و 12% وكانت تخلي مصر عن سياسة تحديد سعر صرف الجنيه قبل عامين قد ادى الى تراجع سعر الصرف وارتفاع اسعار المواد المستوردة وهو ما اسفر ايضا عن ارتفاع كبير في حجم التضخم السنوي استقرار سعر الصرف خلال العام الماضي ادى الى تراجع حد التضخم فيما تتوقع مصر ايستمر هذا التراجع خلال العام الحالي اعلنت وزارة المحيطات والمصائد في كوريا الجنوبية ان النيران قد تظل مشتعلة في ناقلة النفط الايرانية في بحر الصين الشرقي لنحو شهر مع استمرار الحريق لليوم الرابع على التوالي اقب استضام النقلة بسفنة شحن صينية وتكافح قوايب الانقاذ الرياح القوية والامواج العالية لتمشيط منطقة شاسعة بحثا عن 31 بحار فقدوا والاخماد الحريق وسط تنامي المخاوف من انفجار ناقلة او غرقها وتبلغ حمولة ناقلة 136 الف طن من المكثفات ما يعادل مليون برميل تقدر قيمتها بنحو 60 مليون دولار كشف مصدر في الخزانة الايطالية ان ايطاليا وايران ستوقعان يوم الخميس اتفاق ائتمان ايطاليا قيمته 5 مليارات يورو تساعد روما بمجيبه الشركات الايطالية على الاستثمار في ايران ويشمل الاتفاق فتح خطوط ائتمان لبنكين ايرانيين عن طريق شركة انفي او انفي طاليا القابضة المملكة الحكومة الايطالية من اجل تمويل مشاريع استثمار تقوم بها شركات الايطالية هناك العملة السودانية تراجعت من جديد مقابل الدولار في السوق السوداء فقد اكد متعاملون في السوق السوداء لصرف العمولات ان الدولار صار يعادل 30 جنيها سودانيا في حين تطلب شركات الخاصة ورجال الاعمال المزيد من العملة الامريكية وراجت تجارة تبديل العمولات في السوق السوداء بشكل واسع منذ ان رفعت الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية عن السودان في 21 اكتوبر الماضي بعد 20 عاما من الحصار الاقتصادي وساهم تراجع سعر صرف الجنيه في زيادة معدل تضخم الذي بلغ نحو 37% شهدت محافظات تونسية احتجاجات ليلية تحولت الى مناوشات بين المتظاهرين وقوات الامن التي استخدمت الغازل مسيل للدموع وقد شهدت الاحياء المحيطة بالعاصمة كحي تضامن وحي الانطلاقة ومنطقة طبربة والياسمينات مواجهات كما شهدت بعض الاحياء في محافظات نابل وسوسة والقصرين وباجة احتجاجات ليلية تخللتها محاولات لسرقة المحال التجارية بينما انتشرت وحدات للجيش امام بعض المؤسسات الحكومية في اكثر من مدينة تونسية تقرير بلال مبروك عود على بد مدينة تبرب المجاورة للعاصمة التونسية في عين احتجاجات حامية كر وفر بين المحتجين وقوى الامن المحتجون يشددون على ان مطالبهم جرية وعادلة فالشعور بانعدام العدالة والحيف استبدى بهم اجراءات الموازنة الاخيرة تهضم حقهم يقولون هذا مسنكرين اعمال التخريب التي قامت بها بعض الافراد في ليلة الاحتجاج الولى مؤكدين انها يجب ان لا تحجب احقية مطالبهم الزيادات خلقت المواطن وتجي خوية الوزراء تزيدهم ومجلس النواب تزيدوا والرئيس خوية للي يخرج انتريت يضرب في 30 مليون من بعد يحطونا فيهم كنا ناجم على الشرطة ايش لي الشرطة ما مواطن كيف ناكيف مواجهات تبربة تواصلت لساعات في ليلة شتاء طويلة كما في مثل هذا اليوم منذ سبع سنوات والمشهد على حاله ومنوال التنمية ايضا يقول ساكنها انهم لا يطلبون بجنة الفردوس بل باجراءات حكومية من صفة وعادلة لسان حالي اهالي تبربة لا يختلف كثيرا عن وضرائهم من مدن الداخل الفقيرة هاكو تشوفوا في الوضع وكانوا معناها بلاد فيها حرب اليوم نحن اللي طالبينه وسائر تنسيق بمجموعة من المشهدين في المجتمع المدني على اساس انه يكونت مبين مشترك ونطالب بمجلس ويزيري عاجل في تبربة لو ضع في تبربة امهمشة والاحتقانة ذاية نبهنا عليه من قبل وصارت عليها قبل احتجاجات لكن عدم ومفهمة حتى تجاوب مع الصلاة ما انحل يناير حتى اقبلت معه موجة احتجاجات شتوية ساخنة ليبقى خيط رفيع يفصل بين الاحتجاج السلمي المدني واعمال العنف والتخريق ثنائية تتطلب موقفا وطنيا مسؤولا لا يوضيع حق المحتجين السلمي ويقطع الطريقة امام المترصدين للفراغ مدينة تبربة لم تهدى المواجهات بين المحتجين وقوى الامن تدخل ليلتها الثانية ما ينظر بان الاوضاع ذاهبة الى مزيد من الاحتقان بلا المبروك من مدينة تبربة المياد يلتقي قادة سبع دول من جنوب الاتحاد الاوروبي هي ايطاليا وفرنسا واسبانيا والبرتغال واليونان وقبرص ومالطا يوم الاربعاء في العاصمة الايطالية روما لتأكيد وحدة صفهم والبحث مرة جديدة في موضوع الهجرة الذي يمثل تحديا للعديد منهم ويأتي موضوع الهجرة في طليعة جدول اعمال القمة ويشمل ايضا مستقبل منطقة اليورو ونشر رؤية تقوم على حماية النمو والوظائف والاستثمارات والاعداد للانتخابات الاوروبية عام 2019 من خلال وضع قوائم مشتركة عبر الدول وزارة المالية الاسرائيلية تنوي خفض ميزانية وزارة الخارجية من خلال اغلاق 222 مماثلية من بين 103 مماثليات لكيان الاحتلال اي ما يعادل 20% وبحسب موقع واي نات العبري فان هذا التقليص قد يؤدي الى ضرب جميع الانشطة التي اوصلت اسرائيل الى مكانتها في الساحة الدولية وفق ما ورد في الموقع وتشمل التقليصات الغاء كافة البعثات الصحفية الاجنبية الى اسرائيل والغاء الدعم للثقافة الاسرائيلية في العالم اضافة الى الغاء نفقات سفر المحاضرين والمعارض فضيحة نجل رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو تتفاعل بعد نشر تسجيل صوتي له في حالة سكر يتحدث عن صفقة للغاز الطبيعي قيمتها 20 مليار دولار عقدها والده مع رئيس احدى شركات الغاز وعقب انتشار التسجيل نفى يائر نتنياهو علمه بالصفقة معتبرا ان ذلك يدخل ضمن اجواء المزاح مع صديقه اثر حديث هاتفي بينهما واعتذر وكانت القناة الثانية الاسرائيلية قد بثت تسجيلا يعود لعام 2015 وفيه يقول يائر ابن نتنياهو لصديقه ابن احد اقطاب الغاز في اسرائيل ان اباه ساعد رجل الاعمال للحصول على صفقة بقيمة 20 مليار دولار اقتحم متظاهرون يونانيون مقر وزارة العمل للاحتجاج على اصلاحات جديدة لسوق العمل يطالب بها الدائنون الدوليون ونجح بعض المتظاهرين في الوصول الى الطابق ثامن في المبنى حيث دخلوا مكتب وزيرة العمل ايذي اتسيوغلو وهم يصيحون عار عليك فيما رفع متظاهرون اخرون شعارات تتهم وزارة العمل بالانصياع لحكومات الاتحاد الاوروبي وصندوق نقض الدولي ويتوقع ان يصوت المشارعون على الاصلاحات المقترحة من جانب الحكومة قبل اجتماعا لوزراء مالية منطقة اليورو في الثاني والعشرين من الشهر الجاري بعد تقييم يجريه الدائنون للتقدم الذي حقته اليونان في برنامج الانقاذ المالي بهذا نختم النشرة للمزيد زوروا موقعنا الميادين دوت نت باللغطين العربية والاسبانية نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء